انتهى عصر السلاح المباشر، وبدأ عهد الاغتيال الإلكتروني، ورفع مشهد انفقار أجهزة الاتصال اللاسلكية ووسائل تكنولوجية متنوعة في لبنان مؤخراً الغطاء عن الحرب السيبرانية، باعتبارها أخطر التحديات الإلكترونية التي يمر بها العالم الحديث وأكسرها ضماراً. تطورات المشهد، وهمية تحسين مكافحة الهجمات السيبرانية في ظل وجود هجمات مجهولة تمارس هذه العمليات التدميرية، خاصة أن الهدف دولة أو أفراد لا يعرفون بالهجمات الإلكترونية إلا بعد تعرضها لضربة مباغتة ومربكة. هجمات الإلكترونية المرسومة تخطط لها قيادة عسكرية تخترق الأنظمة الإلكترونية العالمية، وكل ما يعتمد على التكنولوجيا لتضر بالحواسيب والأجهزة التي تستخدم الإنترنت، والتي قد تفضي إلى نتائج كارسية. وتعتمد الهجمات على برمجيات خبيثة تم تطويرها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وكانت أولى تجاربها عندما استهدفت بنجاح منشأة النطنز الإيرانية النووية، وألحقت بها أضراراً كبيرة في سبتمبر من عام 2010. وأدى الفيروس الذي أطلق عليه أوسلاح رقمي في العالم، وهو المصطلح الذي طرأ على الساحة الدولية وفارض على الحكومات والأكاديميات وشركات الأمن العالمية سرعة التفكير في آلية مواجهة التهديدات السيبرانية وأشكال الضرر الناجمة عنها. وبعد عشر سنوات شهد العالم هجوماً سيبرانياً بأنظمة الكمبيوتر على أحد المواني البحرية في إيران بالقرب من مضيق هرمز، لكنه لم يؤثر في أنظمة الأمن والمعلومات في الميناء، وأصفر الهجوم عن ارتباك في الطرق والممرات المائية عدة أيام، وتحولت هذه الهجمات تدريجياً إلى سلسلة اقتحامات أكثر علنية، وبدأت تستهدف السكان المدنيين في طهران وتل أبيب. حرب مخيفة، هكذا نجحت الهجمات السيبرانية في إثارة الرعب وضرب المصالح الاقتصادية والبنية التكنولوجية للدول، بما يعطل من أهدافها ويصيب أجهزتها وأدواتها بالشلل والعجز التام. ويفتح هذا التطور النوعي على مستوى الصراعات الدولية الكبرى المجال للبحث عن وسائل حماية وإنقاذ من شبح الهجمات التي تقف وراء هذه الهجمات، وتنفزها بمهارة وحرفية إكرامية شديدة الخطورة، بحيث يصعب على الخبراء تنبؤ بموعد خروج الأمن السيبراني من هذا النفق المظلم. اشتركوا في القناة